هايدي وصفة التبولي الناشفة وصف كتير طيب وهي كتير قديمة من ايام جدودنا والاسم القديم لهيدي التبولي هي تبولة البوكسيلين بيعملوها بدون بندورة ابدا طعمتها كتير مميز وكتير طيب انا سبق وشاركت كن فيها بس منزود فيها البرغل عن التبولي المتعارف عليها بنسبة اليه لشوي ازود وبتتقدم دايما ابناكلها بموسم الورق العنب الاخضر بالورقات لصغار الطراية بتكون طعمتها كتير طيبة هي اطيب شي هايدي التبولي مع ورق العنب الاخضر او بورق الملفوف وفي ناس فيكن كمان تكلوها مع الخص فطريقتها للناس اللي بتحب تجربها حتكون وصفة كتير مميزة وحبت ارجع عيدة لكم لانه ان الوصفات القديمة عنها يعني هايدي من تراث بلادنا من وصفات جداتنا وامهاتنا زمان وتغيير عن اللي انتم تعودين هلأ عليه تبولة الكنوة تبولة الشمندر تبولة التفاح جربوا هايدي التبولي مكوناتها كتير بسيطة وكتير مفيدة لالكن منزود لبقدونس بدي يكون فيها البقدونس كمية وفيرة ونعنع خضرة بهيدي الطريقة بتفرموه النعمين بس مش نعمين يعني بتكتير كتير شايفين كيف الفرمة بصل استخدمت البصل الابيض وبصل اخضر مع الورقات كمان بفرموهن زودوا فيها الخضرة هلأ البرغل طبعا بدي يكونت يعني حسب الكمية انا غسلته وعصرته كتير كويس وصفيته افضل لانه احيانا بنشتري برغل بلدي هون بس ما بنعرف اماكن التخزين وين بتكون فدائما بحب اغسله زيت زيتون بلدي اصلي بده زودولة يعني البرغل تقريبا كانت لت ارباع او نص كوب من البرغل نص كوب برغل اسمر لبناني ما بحط تركي ابدا ولا بطبخ بالتركي ولا بستخدمه للتبولة حطيت ملح نص معلق اصغيري كمان ربع معلق اصغيري فلفل اسود هلأ رح نضيف زيت الزيتون البلدي بس بهيدي الطريقة فيعني كمية البرغل كانت تقريبا نص كوب برغل عصير ليمون زودو والملح والزيت والليمون لازم تدقوها ومنخلطها شايفين قدي بسيطة وقدي سهلة بس زودو فيها البقدونس والنعنعة وكمان حطولها انسيت انا بس ارجع صوركم ياهم معلق الطعام نعنعة يابسة ونحطولها كمان معلق الطعام نعنعة يابسة وبتتاكل بالخص بالملفوف بورق العنب الاخضر هايدي هي التبول الناشفة تبولة بوكسيلين عنا ببلادنا كانوا ياخدوها كمان هايدي من الانواع الزوادي معنعة الحقلة لانه ما فيها بنادورة فما كانت اذا طولت معاهم برا اذا كانت حرارة الجو انه يأثر عليها لانه البنادورة اذا كانت برا وطولت بتعطي طعم مش طيب تحمض فهيدي كمان بدي اذكركم ملاحظة انه كانوا ياكلوها بالخبز وكتير طيبة مع زيتون اسود جرجير وقطعت لبنة كم حبت لبنة مكبرجة حواليا تكون زوادي للحقلة غير شكل فما كانوا يحطولها بنادورة اللي انا بعرفوا عشان لو طولت مرة برا معاهم ما تحمض معاهم بالبنادورة وكانوا يقطفوا الوراءات ويغسلوهن ويأكلوها فيها وكتير منكلها بالخبز كمان كتير طيبة كانوا يحطولها زيتون اسود جرجير عجنبة ولبنة مكبرجة او لبنة معزة ولا اطيب من هيك هي طيبة ببساطة اشتركوا في القناة